بعد الاتفاق بين بغداد وواشنطن ما زالت جدل قائما حول انسحاب القوات الأمريكية نهاية هذا العام اليوم تختلف آراء القادة الأمنيين حول ارتباط انسحاب هذه القوات القتالية من قاعدة عين الأسر الغربي محافظة الأنبار بالواقع الأمن والتطورات المتوقعة بعد انسحابها يجب تفعيل اتفاقية الاطارة الستراتيجي الموقع بين العراق وامريكا يعني الامريكان مو يسحبون ويتركون المنطقة الغربية فراغ بدون اي دعم ستراتيجي جوي احنا نحتاج الى طائرات استطلاع عميق نحتاج الى تفعيل منظمة الدفاع الجوي نحتاج الى غلق الحدود بشكل كامل مراقبون في الشأن الامني يؤكدون ان انسحاب القوات الامريكية سيكون فقط من القواعد الثانوية وتسليمها للقوات العراقية فضلا على انها ستتمركز بصورة او بيخرى في القواعد الرئيسية منها قاعدة عين الاسد في صحراء الأنبار كثر الحديث عن موضوعة انسحاب القوات الامريكية من العراق وهناك اشكالية في هذه القضية تحديدا انسحاب القوات الامريكية من بعض القواعد الثانوية مسألة واردة وهي عادة انتشار لكن الحديث عن انسحاب القوات الامريكية من القواعد الامريكية في العراق لا سيما قاعدة عين الاسد وقاعدة حرير اعتقد انه ستبقى القوات الامريكية متواجدة ولا يوجد اي جدولة لعملية انسحابها من هذه القواعد الامريكية يستبعد الأنباريون أن يكون الانسحاب الأمريكي انسحابا تاما ويرون أن الوجود الأمريكي سيبقى في العراق بكل الأحوال ولكن بشكل مختلف عن شكله الحالي حتى وإن اختلفت مسمياته أو المهمة المناطة به من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير قناة التغيير